اشتركوا في القناة 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 تقول لي طب شهر 4 دي بدأ من 1 4 لتلاتين 4 مش كده يبعتلي امتى باكش في الحساء زود يوم على تلاتين 4 آه يعني يبعتولي في 1 5 انت فهمني آه يعني يوم بعد تاريخ الإقفال مش كده مش ناقص يوم لأ دي زائد يوم يا العبارة دي غلط طيب ألف ألف ما المقصود بكل من أذون الخزانة وما مزاياها تمام كده انت عايز أذون الخزانة نعرف فيها يعني اه اللي بتاعة 91 يوم 180 يوم اه طب ودي حاضر ما تستعجلش حنعرف الجسيد أذون الخزانة وما هي مزاياها وعايز كمان ايه فك يعني الغاء الوديعة فك ها الغاء الوديعة حنسترد فلوسي اللي أنا نرسل شرح في ريون 19 أيوة حنجاوب لك برضو السؤال ده ماشي على ظهر الورقة دي او في ورقة تانية تمام كده في أسئلة المقال طيب تعالي بقى كده السؤال التاني به به قولي ضع اسم المستند المطلوبة مكان النقط من واقع دراستك اسم المستند من واقع دراستك نقط نقط هي محرر دي متكررة بقى ده أنا لسه 2019 محرر يدون في شكل خاص قابل للتداول يمثل حقا ويستحق الوفاء اما عنده الاطلاع او بعد اجل معين طيب بيجيبت واحد دي هو الساس حساء الورقة التجارية أيوة الورقة التجارية طيب ما كنت تفتحش ليه الحيطة دي صغيرة مجاوبة لك أنا فوقه فوق سين اتنين به نمر واحدة الورقة التجارية تمام اتنين نقط تعتبر من اهم مستندات الاعتمادات المستندية اهم مستند من الاعتمادات المستندية جماعة الفطورة الخارجية حتى دي من سكرتاري عربي سنة تانية اهد الفطورة الخارجية تلاتة نقط الله عليها ليه السعيل اختها في 2019 هو سك 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 يمثل جزء من رأس ما شركة مساحمة تقول لي جزء من رأس الماء يجب الساحم عارف لك لو جزء من قرض يبقى السند يبقى في 2019 جاب لك السنة و2020 جاب لك الساحم يجب الساحم هو سك يمثل جزء من رأس الماء للشركة مساحمة يعطي لحامله الحق في الحصول على نصيب من الارباح ان تحققت وعلى نصيب من ممتلكات الشركة عند تصفيتها يبقى نمر تلاتة ايه الساحم اربعة نقط هو ذلك الاعتماد اه الاعتماد المستند يعني وفي منه انواع ياه ما فيه اعتماد المستند معزز وغير معزز وقابل للغاء وغير قابل للغاء وفيه حاجة اسمها اعتماد المستندي دائري طب نشوف نشوف كده نقط هو ذلك الاعتماد الذي تتجدد قيمته تلقائية اه اعرف اذا اللي بيلف في لفة بيدور دائرة كده تتجدد قيمته تلقائية بنفس الشروط خلال عدد معين من الفترات عرف اللي جاب اسمها ايه اه اه اربعة اعتماد المستندي دائري خمسة نقط هي كنبيالة سورية ومعنى سورية يعني غير حقيقية اه اول ما تلاقي كنبيالة سورية اول ما تلاقي كنبيالة سورية قل على طول اسمها كنبيالة المجاملة المجاملة يبقى كنبيالة المجاملة هي كنبيالة سورية وليست دينا حقيقية للساحب في زمة المسحوب عليه وتنشأ نتيجة تواطئ تواطئ يعني اتفاق كده ايه من تحت الترابيزة كده اه بنظرة كده تواطئ بين الساحب والمسحوب ايه عليه دي اسمها كنبيالة المجاملة خمسة كنبيالة المجاملة طيب كده النظر خلص السؤال الثالث في أول نار 2020 فتح العميل ياسين أحمد مجدي وعنوانه 12 شارع الدجوي الدجوي بالقاهرة اسمه شارع الدجوي كده بالقاهرة حسابا جاريا تحت رقم ست تلت ستات واحد لدى بنك مصر فرعين شمس اه فتح ايه حساب جاري اه يعني انت هتديني حاجات كده والاخر تقول للمطلوب تحت كده تحت ايه من خلال بيانات التمرين السابق امنع المستندات امنع المستندات المناسبة بظهر الورقة اه ده الجديد في 2020 بص حبيبي الجديد في 2020 حيديك الخمسة وفي 21 السنة دي ان شاء الله حيديك الخمس اسئلة اهو في وش بعض كده في الوجه اهو اهو اشوف يدي راحة فين اهيه يدي راحة كده اهيه تمام الخمسة اسئلة وعلى ظهر الورقة من ونه النماذج العملي اللي هتحلي بقى اهيه الاسئلة العملي بس ركز معايا يعني هنا بقول لي المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق امنع المستندات المناسبة بظهر الورقة اللي هو عايز اي بقى عايز كشف الحساب الجاري وعايز التحويل الحسابي عايز كشف الحساب الجاري والتحويل الحسابي ماشي يعني انت هتعمل لي نموذج لكشف الحساب الجاري والتحويل الحسابي ايوه بس مش هيقول لي ان دول بتوع السؤال التالت اه والنماذج بتاعت السؤال الرابعة مش قولي بتوع الرابعة والنماذج بتاعت السؤال الخمس مش هيقول لي بتاعت السؤال ليه الخامق او مال حيقول لي توجعوا قلبنا ليه هيقول لي يا عم والله هنديك كلمة كده في الوسط في الوسط هتبين لك ان دي بتاع دي و دي بتاع دي بس يهد علي يبقى في أول ينار 2020 فتح العميل ياسين أحمد مجدي وعنواله 12 شرع الدجاوي القاهرة حسابا جارية تحت رقم 361 لدى بنك مصر فرعين شمس وكانت العملية التي تمت بين البنك والعميل خلال شهر يناير خلال شهر يناير هي مكتوبة مارس ماشي لا هي يناير في أول يناير في أربع يناير في عشرة يناير خطأ يعني مش مقصود خلال شهر يناير كالآتي نسبة بقى معايا هننقش معك هوا هننقشو وحنحلهولك في النمازج وره ماشي في أول يناير أو دعا بموجب قسيمة إيداع في البزنس اللي بنسميها كاش دي بوزد إيداع نقضية واسمها دي بوزد سليبي عن قسيمة إيداع أو دعا بموجب والسؤال ده مهم جدا 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 في السكرتارية وفي البزنس ده في البزنس السؤال مقدس اللي هو اسمه بانك ستيت منت أوف أكاون كاش في حساب البانك سؤال عليه 16 درجة وجميل جدا وحنشرح لكم في البزنس ما تقلوش طيب في أول يناير أو دعا بموجب قسيمة إيداع رقم إيه 3 أربعات ماشي أو دعا مبلغ 12 ألف جنيه تمام كده 12 ألف حتبص دلوقتي لما هناخد في النموذج لما تسطر هتلاقي فيه خانس معه الحركة الحركة منه لو يعني مدينة وداية وخانس معه الرصيد أول مبلغ في أول يوم أو دعا الراجل ده هتحطه في خانة الحركة لو لو يعني في خانة الحركة لو هتحط 12 ألف وفي خانة الرصيد برضو في جانب له 12 ألف أنا منفكت معاك التمريق ودولة هنشوف الحل طيب أربع ينايق سحبا بموجب شيك رقم كذا ماشي سحب ده مدينه عايز فلوس سحب يبقى في خانة الحركة منه سحب كامل مبلغ 5000 جنيه يبقى منه في خانة الحركة هتحط 5000 جنيه وتطرحهم من الرصيد اللي قابله اللي هو كان 12 ألف يبقى معاك المبلغ ده هتحطف منه وتطرح منين من الرصيد ده يبقى الخامس تلاف دي هتتحطف خانة الحركة منه تطرحهم الرصيد اللي قابله 12 هيبقى الرصيد الجديد كام سبعة يبقى في منه وتطرح من الرصيد طيب نيجي بقى 10 يناير حصل له البنك شيكاء أيها البنك حصل له شيكاء طيب أنا أقول لك حاجة أقول لك تريح دماغك أي مبالغ تيجي للعميل من أي مصدق أي مبالغ البنك يجيبها للعميل من أي مصدق حطها له في خانة الحركة له وجمحها مع الرصيد كلام كده من الآخر وأي مبالغ تطلع من الحساب الجاري بتاع العميل تطلع تنسرف تنسحق حطها له في خانة الحركة منه وتنطرح من الرصيد دي الحدوتة كلها طيب إبقى في 4 يناير سحبا بموجة بشيك احتاج الفلوس طح سحب شيك ماشي هتحط فين في خانة منه وتطرح من الرصيد قلنا 5000 جنيه طيب 10 يناير حصل له البنك حصل له يعني جاله فلوس حصل له البنك شيكات شيكات بمبلغ كامة 4000 جنيه حتتحط في خانة الحركة له وتجمع مع الرصيد يعني الرصيد اللي قبلها في 18 يناير حصل له البنك كمبيلاء أي تحصيل يا جماعة أي تحصيل داين ويجمع طيب أي سداد أو دفع أو شراء مدين ويطرح إبقى حصل له البنك كمبيلاء زي حصل له البنك الشيكات جيبه في خانة الحركة له ويجمع مع الرصيد هذه 3000 جنيه في 22 يناير اشترى له البنك أوراقا مالية البنك اشترى لحسابه أوراق مالية كان العامل موصع لها طيب دي في خانة منه وتطرح من الرصيد 26 يناير قام البنك بتحويل مبلغ من حسابه يعني من حسابه الجاري لأمر حسابه واحد تاني بس شرط 30 العملية يكونوا في بنك واحد في 26 يناير قام بتحويل مبلغ من حسابه للسيد أحمد أنور بمالبغ 1000 جنيه حتى تحط في خانة الحركة منه وتطرح من الرصيد آخر حاجة يومة 31 يناير باع له البنك أوراقا مالية اتصرف له خلصه من شوية أسوه مسندات كان أرفان منه باع حمله بمبلغ 6000 جنيه حيتحط المبلغ في خانة الحركة له ويجمع معه الرصيد هنا بيقول لي المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق امنى المستندات المناسبة بظهر الورقة عايز على ظهر الورقة هو عامل لي نموذج أو مستند لكشف الحساب الجاري والتحويل الحسابي تمام ده لسه حنشوفها على ايه ظهر الورقة طيب بيقول لي من خلال بيانات التمرين السابق املأ المستند الخاص بإشعار الخصم الخاص بالعملية اللي هي بتاريخ 26 واحد 2020 طب يا 26 واحد دي آه دي أمر تحويل 26 واحد وقام بتحويل مبلغ ماشي اللي هو 1000 جنيه من حسابه للسيد يعني العامل من أحمد أنور يبا دي اسمه أمر تحويل حنشوف الكلام ده على النمازج على ظهر الورقة تمام طيب نحن نكمل طيب نكمل يا جماعة احنا في ابتحان كام 2020 الدور الأول سكرتالي عربي السؤال الرابع ألف بقولي في أول أبريل 2020 طلب أدهم بركات عنطر وعنوانه 15 شارع النصر بتنطة من بنك القاهرة فرع النحاس أن يودع الأوراق المالية الآتية لحفظها بصفة أمانة بملفه رقم 245 3 طرف البنك بإيصار رقم 333 الراجل أدهم ده طلب منين طلب من بنك القاهرة فرع النحاس فطنطة قال له يعمل أخذ الأوراق المالية دي وحطها لي عندك تمام كده بصفة أمانة بالملف بتاعي حيحط هنا إيه 60 سند من سندات البنك الوطني للتنمية و100 سهم من أسهم المصرية للاتصالات و200 سهم من أسهم السويس للأسمن حطوهم الأوراق المالية دي في المحفظ عندك فيه بصفة أمانة المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق املأ المستند المناسب بظهر الورقة المستند المناسب بظهر الورقة هنقول لك دلوقتي حاضر دلوقتي انت هتديني نموذج متصور كده اسمه ايه نموذج إيصال إيداع أوراق مالية بصفة أمانة طب لو قلت يا أستاذ حسن حفظة إيداع أوراق مالية بصفة أمانة يا سيدي مش حدقه قوي بس سؤال أصح اسمك نموذج إيصال إيداع أوراق مالية بصفة أمانة هيجيبهولي متصوى وناخد من التمرين من هنا ونحط فيه على طول تمام كده يبقى يبقى كاتب ليه المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق املأ المستند المناسب المناسب يعني انت هتختاره بظهر الورقة طب بيه في السؤال الرابع بيقولي للعميل سعيد أحمد سعيد لو إيه الراجل ده حساب جاري رقم 9933 لدى البنك الأهلي فرع يشمونة وبتاريخ 10-03-2020 حرر أمر صرف بمبلغ 900 جنيه للسيد إبراهيم طاهر بنفس الفرع نفذها البنك بتاريخ 12-03-2020 طيب إيه اللي انت عايزه بقى المطلوب من خلال بيانات برضو التمرين السابق املأ المستند المناسب بظهر الورقة الله يعني ظهر الورقة يعني هو أيوما أنا أقولتك الامتحانة هو الامتحانة على مين على الشماء على ظهر الورقة دي بقى على ظهر الورقة فيه النمازج اللي تخص كل سؤال عملي انت بقى حبيبي كده بالراحة حط طريقة سهلة شوف النموذج النوم اللي يناسب السؤال النوم وحلو أيوة يبقى المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق املأ المستند المناسب بظهر الورقة طيب آخر سؤال السؤال الخامس الآتي أمر الشراء أوراق مالية قدمه العميل فارس محمد عبد الرحمن إلى شركة الأهل لتداول الأوراق المالية التابعة للبنك الأهل المصري فرع قصر النيل ده أمر الشراء أيوة أمر الشراء أوراق مالية تمام عندي إيه البنك الأهل المصري ده هو على طول مصره شركة الأهل تداول أوراق مالية فرع قصر النيل التاريخ 4-3-2020 أمر الشراء اسم العميل فارس محمد عبد الرحمن رقم حسابه الجاري 4-6 العنوان 15 شارع الجيش الظاهر القاهرة أرجو من سياداتكم أن تشتروا لحسابي من برصة القاهرة الأوراق المالية الآتية بالسعر الذي يمكنكم الحصول عليه أحسن سعر وتوضع هذه الأوراق بعض الشراء بملف طرفكم وتقيد القيمة مع جميع المصاريف على حسابي الجاري لدي أنا لسه في 2019 آريح حاجة زي كده آريح تمنيزة دي بالضبط أيوة وهذا الطلب نافذ المفعول لغاية أسبوع من تاريخه هذه عدد الأوراق ودي بيانة الأوراق المالية خمسين سه من أسهم حديد عز نحن نشتروا لخمسين سه من أسهم حديد عز ماشي وستين سه من أسهم السويدي للكبلاء ده كمين زي بتاع 2019 بالضبط يا جماعة إيه الحكاية بتاعتكم يعني أنتم نويني السنة دي إن شاء الله 2021 تجيبوني حاجات حلوة كده من 2019 و20 ربنا يسهل واربعين سنة من سندات القرد الوطني أهم حاجة تخلي شعر الراس يوقف كده حتة سندات دي أيوة دي اللي فيه الشغل أربعين سنة من سندات القرد الوطني وطوقي العميل من فارس محمد عبد الرحمن فإذا علمت أن نفذ البنك طلب الشراء بتاريخ تمانية ثلاثة ألفين وعشرين بالأسعار الآتية النوع الأول اللي هو خمسين سهم يعني أسهم حديد عز النوع لو مبنى كام خمسة وستين جنيه للسه طيب والنوع الثاني ستين جنيه للسه اللي هو أسهم السويدي للكبلاء طيب والنوع الثالث بمبنى السبعين جنيه للسند اللي هي سندات القرد الوطني أيوة أيوة صح حسنا هنا حنضرب الخمسي في خمسة وستين وبعدين الستين في ستين وبعدين الأربعين في سبعين هنجيب تماني الشراء لكن شوف الإجابة احتسب البنك الآتي صمصرة برضو خمسة في الألف خمسة في الألف من القيمة الحالية اللي هي السوقية للنوعين الأول والثاني احنا فهمناها ليه الأسهل طيب وإيه كمان وصمصرة اثنين في الألف اثنين في الألف من القيمة الاسمية للنوع الثالث وبين قصين مئة جنيه الورقة ايه وخلاص لما هنجي نجي بالصمصرة عند النوع التالت بالذات اللي هو السندات هنبقى نضرب رد علي العدد اربعي في مية في اتنين على ألف وارسل اشعار الخصم بتاريخ تمانية تلاتة ألفين وعشرين المطلوب من خلال بيانات التمرين السابق املأ المستند المناسب بظهر الورقة ده الامتحان كده ده خلص فين النمازج بقى اللي هنحل بيها اللي على ظهر الامتحان ده على ظهر الورقة تمام هنشوف دلوقت تمام كده وايه وحنبص النمازج ونقولك دي بتاع كذا ودي بتاع كذا ودي تتحل كذا طيب يا أستاذ حسن والسؤال السؤال بتاع المقال بتاع النظري ماشي هنحله لكم ما تيلووش تمام طيب هنكمل ان شاء الله حالا في امتحان ألفين وعشرين سكرتاري عربي طيب يلا بينا جماعة السؤال الأول السؤال الأول هو ألف توجد في مصر عدة بنوك هي الإجابة واحد بنوك تجارية اتنين بنوك غير تجارية تلاتة بنوك متخصصة أربعة بنك المركزي المصري طيب اتنين أو تابع السؤال الأول ألف أصدي اذكر أهم وظاف البنوك التجارية أهم وظاف البنوك التجارية واحد تجميع المدخرات اتنين العمل على تشجيع الادخار بالبنوك ثلاثة تقديم القروض والتسهيلات للمستثمرين أربعة المساهمة في تمويل المشروعات خمسة تمويل التجارة الخارجية ستة تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة ده السؤال الأول ألف السؤال الثاني ألف بقول لي ما المقصود بأزون الخزانة؟ ماش وما هي مزاياها؟ أقول له المقصود بأزون الخزانة هي نوع من الأوعية للدخارية وهي أزون تصدرها وزارة المالية للاكتتاب فيها عن طريق الأفراد والهيئات والبنوك وغيرها وتعتبر مصدر تمويل حقيقي تستخدمه الدولة في أغراض عديدة ده تعريف المقصود بأزون الخزانة طيب ما هي مزايا أزون الخزانة؟ واحد عبارة عن استثمار قصير الأجل ما بين 91 يوم إلى 182 يوم اتنين تعطي فائدة عالية يبلغ متوسطها حاليا 9% تلاتة استثمار مضمون من الدولة لجميع المدخرين تمام؟ آخر حد تبقى في النظري بقول لي عرف ماش يعني او اكتب معنا فك أو إلغاء الوديعة فك أو إلغاء الوديعة يقصد به عدم تجديد الوديعة في تاريخ استحقاقها وردها هي وفوائدها كاملة للعميل كده جاوبنا لكم النظري بابتاع امتحان 2020 أسئلة المقال هنكمل بها دلوقتي على طول إن شاء الله في النماذج والمستندات اللي عطها لي على ظهر ورقة الأسئلة اللي هنملة منها البيانات بتاعت التمارين السابقة طيب يا جماعة كلا على بركة الله نشوف بقى إيه بقى ده ظهر ورقة الامتحانة إيه ظهر ورقة الامتحانة هو جزئين هو كاتب لي هنا المستندات وجايب لي أدي مستنق معايي كده؟ مستند هو؟ طيب ودي كمان مستند ومستند ومستند شوات مستندات متصورة هي بيقول لي شوف بقى المستند إنه هو اللي يناسب السؤال إنه هو تمام كده؟ آه إبقى معناها وإنت بتقرأ الامتحان حبيبي الغالي بتمسك الورقة لأسئلة على الميء والنماذج على الشماء وبتقرأ السؤال بالراحة وتشوف النموذج اللي يناسب إنه هو على ظهر الورقة وتكتب عليه أيضا بتاع السؤال مثلا التالت ألف ده السؤال الرابع بيه؟ ده بتاع كذا جميل كده؟ جميل أنا المستندات هي أنا كاتب لك هنا سين أربعة ألف سين أربعة ألف؟ أيوة اللي هو كان عايز فيه إيه؟ اللي هو بقول إيداء ورق مليه بصفة أمانة؟ آه اللي أنت قلت النسوه إيه؟ نموذج إيصال آه يعنينا هي دي من عندي؟ أيوة نموذج إيصال إيداء ورق مليه بصفة أمانة؟ آه طب لو قلت حفظة إيداء ورق مليه بصفة أمانة؟ يا سيدي مش هتختلف بس أنت خليك زكي كاتب لإيصاله أيوة دي معناها بقول لك الكلمة أيوة إيصاله ولو كتبت فوق إيصاء ماشي عم إيصال يدع أوراق مليه بصفة أمانة البنك اسمه أنا نين البنك من التمريق؟ البنك اسمه بنك القاهرة شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية فرع النحاس التاريخ واحد أربعة عالفين وعشرين البيانات أنا كاتبها بخطيدي دي منين من التمريق؟ ورقم الإيصال تلتمية تلاتة وتلاتية قلت الإيصال اسمه إيه؟ إيداء أوراق مليه بصفة أمانة تسلمنا من السيد اسمه الرجل ده أدهم بركات عنطة عنوانه خمستاشر شارع النصر بطنطة رقم ملفه اتنين أربعة خمسة تلاتة تسلمنا منه إيه؟ الأوراق المالية خد انت حتى لو دماغك إيه؟ مكتوب شركة القاهرة دهو الأوراق المالية ومكتوب الأوراق المالية الآتي بيانها باع لإيداعها طرفنا بصفة إيه؟ أمانة آه بالشروط الواردة بحافظة الإيداع خلاص يباني فهمت كده؟ دي أوراق مالية وهتتحط أمانة ده النموذج بتاعها يا العدد الأوراق أدي بيان الأوراق المالية هنقل إيه من التنمية؟ ستين سند من سندات البنك الوطني للتنمية طيب وإيه؟ ميت ساهم من أسهم المصرية للاتصالات وميتين ساهم من أسهم السويس للأسمنت ومجمعهم مجمعهم ستين ودي مية ودي ميتين تلتمية وستين المجموع موظف قسم الحفظ التوقيع عن بنك ميل القاهرة آدي آه نموذج ماليته هو اسمه إيه؟ نموذج إيصال أو حفظة إيداعه رقم ليه بصفة أمانة طيب جميع في نموذج تاني هو اسمه كان إيه أنا مش عارف كاتب لي نقط نقط ماشي نشوف كده بس مكتوب إيه؟ بنك كذا فرع كذا آه ده سين ثلاثة آلف سين ثلاثة آلف ده كان عايز حاجة اسمه أمر التحويل الحسابي والله يكتب عليك هو أمر التحويل الحسابي آه يبقى منين المتمرين البنك اسمه بنك مصر فرع عين شمس التاريخ ستة وعشر وواحد الفين وعشرين تمام؟ المبلغ بالأرقام الف جيني أنا جبت في التاريخ قالك العملية بتاريخ ستة وعشر وواحد بصيت قدام ستة وعشر وواحد الفين وعشرين لقيت مكتوب إيه؟ أمر تحويل تحويل مبلغ الحساب فلان الفلاني كل مبلغ ألف جيني إيه بل مبلغ ألف جيني جميع فراجل ده أقول إيه؟ أرجو تحويل مبلغ فقط ألف جنيه لغي من حسابي الجاري رقم ها واحد ستة 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 أيوة إلى حساب السيد أحمد نور أو أحمد أنوى طرفكم رقم كذا حسابه عندكم رقم كذا مش موجود في التمرين مش مشكلة وتفضلوا بقابول فاق الاحترام مين اللي هيوقع؟ يا سين أحمد مجدي تمام حبيبي؟ ردوا علي تمام؟ تمام جميل في نموذج تاني آه جميل أوي أوي ده إيه؟ آه سين تلاتة ألف تقول لي ما هو سين تلاتة ألف؟ أوه سين تلاتة ألف؟ أي كان فيه مطلوبين مطلوبين أمر التحويل اللي هو التحويل الحسابي وكشف الحساب الجاري اللي أنا شرحته بالتفصيل أيوة بالنموذج ده الرسمة دي بتاعته كشف الحساب الجاري ماشي؟ البلد في كذا البلد اللي هي مثلا كذا القاهرة في كذا فيه واحد اثنين ألفين وعشرين بنك مصر فرع عين شمس السيد ياسين أحمد مجدي ها؟ طيما هو ياسين أحمد مجدي ها؟ أيوة مع شك كده السؤال ده كان فيه مطلوبين تحويل حسابي وكشف الحساب الجاري ها؟ تمام؟ الرجل ده رخم الحساب بتاعه كم؟ واحد ستة 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 أهو واحد ستة 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 الآتي الله كشف حسابكم طرف البنك حتى تاريخ واحد وتلاتين واحد ألفين وعشرين حتى ها كشف حسابكم إيبه ده كشف الحساب الجاري كاتب للتاريخ ها؟ البياء الحركة من نوله والرصيد أيوة أول حاجة يوم واحد يناير ألفين وعشرين كان بيقول لي عملية إيداع بقصيمة إيداع يبقى في البيان بنقول له إيداع وقلت لك أول مبلغ في أول الشهر إيداع بتحطه في خانة الحركة له والرصيد أيوة يبقى يوم واحد واحد ألفين وعشرين أدي إيداع في جانب له اتناشر ألف رصيدة اتناشر ألف أربعة واحد سحبنا سحب مبلغ بقى بشيكات سحب نغضية خلاص بأمر صرف بإذن صرف سحبت يبقى البيان سحبه تحط فين في منه قلت لك كلمتين أي مبالغ تدخل للعميل تدخل للعميل في حسابه الجاري تتحط في خانة إيه الحركة له وتتجمع مع الرصيد طب أي فلوس تنسحب من الحساب الجاري بتاع العميل تنسحب خلاص سدت حاجة اشترى حاجة تتحطف منه وتنترح من الرصيد هذه أربعة واحد سحبنا خمس تلاف جنيه سحبناهم من الرصيد اللي كان يبلغها اتناشر إيه برصيد كام دلوقاء سبعة وحتستمر بقى التسطيره دي بتكمس التسطيره طويلة وتنزل تحت خالص وتخلص كل العمليات اللي أنا حالي لالك على وجه الورقة والآخر خالص عن بنك مصر فرعين شمس توقيع فلان وفلان تمام خلاص كده طيب خلصنا الكام نموذجهم لسه فيه مستندات ونمازج تانية أيوة حنشوفها حالا ماشي يا جماعة نكمل المستندات والنمازج اللي بديها لي اللي حنملة بها التمارين اللي كانت على وجه الورقة اللي احنا عالمنا نقوله دلوقتي ده ظهر الورقة طي كان مكتوب هنا حاجة ما عرفش إيه أنا بقولك دي جابت سسين تلاتة به طب أنا بقولي شعار خاص جبتي دي من هنا أستاذ حسى أقولك أنا بنك مصر فراعين شمس التاريخ 16-1-2020 السيد ياسين أحمد مجدي ده ياسين أحمد مجدي خدنا له حاجتين ودي التالتة أيوة رقم حسابه 1-666 ماشي البنك يقوله نتشرف بإفادتكم أننا قيدنا على حسابكم آه قيدنا على حسابكم يجبه شعار خاص أيوة ثم أنه في السؤال كان قال لي إيه وفي تاريخ كذا كذا رسال البنك للعميل إشعار خاص ما يا خلاص إيه بناتشرف في إفادتكم أننا قيدنا على حسابكم حق ماشي 6-1-16-1-2020 أيضنا عليكم إيه بقى بص يا سيدي آه هذه المبلغ 1000 جنيه طي أمر التحويق آه 1000 جنيه تحوله من عند الراجل ده الواحد تاني أيوة البنك يبعطل بيه مش عار خاص يبقى 1000 جنيه فقط فقط 1000 جنيه ماشي تنفيذا لأمر التحويل بتاريخ 16-1-2020 تمام كده رضي علي ده مين عن بنك مصر عين شمس التوقيع خلص خلص يعني هي الحتة دي بس أيوة الله الحتة دي طي نجي بقى الأطول سؤال بقى سين خمسة سين خمسة اللي هو قال ليه البنك اشترى الأوراق المالية لحساب فلان الفلاني بقى أسعار كذا وصمصرة خمسة في الألف وصمصرة اتنين في الألف وبعط له اشعار خاصمة بقيمة الأوراق المشترعة والصمصرة فهنا بس والسؤال طويل سين خمسة اسمه برضو اشعار خاص يا نهر أبيض يعني هنا اشعار خاص وانا اشعار خاص بس دي خص السؤال وده خص السؤال هنا قالوا قيدنا على حسابكم يبقى اشعار خاص اتعابة نشوفها هنا سين خمسة اشعار خاص بنك الأهل المصري شركة الأهل تداول الأوراق المالية فرع أصر النيل التاريخ ثمانية ثلاثة عالفين وعشرين اشعار خاص الله طبعا مكتوبة هاي وانت بتتعاب قلبي وقلبك ليه اشعار خاص بحط طول فوق شعار خاص السيد فارس محمد عبد الرحمن العنوان خمستاشر شارع الجيش الظاهر القاهرة رقم الحساب أربع ستات او أربع ستات تخانه خصمنا برضو مش على حسابكم من حسابكم خصمنا من حسابكم خصمنا ثمن شراء الأوراق المالية المذكورة بع بموجب أمركم بتاريخ أربعة ثلاثة ألفين وعشرين وجاب لي بقى عدد الأوراق وبيان الأوراق المالية ودي السعر والتمن يبقى معناها دمعها في 2019 و2020 جاب في سنتين دول أمر الشراء تحدي يقول لي السنة دي بقى المفروض يجيب لأمر البيع لا تبقى المنع يجيب تاني أمر الشراء ما عرفش طيب عدد الأوراق دي خمسين سه من أسهم حديد عز سعر السهم خمسة وستين جنيه يبقى حنضرب خمسين في خمسة وستيه بتلات تلاف ميتين وخمسين جنيه ستين سه من أسهم السويدي للكابلات سعر السهم ستين جنيه هنضرب ستين في الستين بتلات تلاف وستمية طيب دي بقى أربعين سند من سندات القرض الوطني سعر السند سبعين جنيه يبقى أربعين في سبعين بألفين وثمنمية إجمال التمأ حنجمع 3,250 و 3,600 و 2,800 عاملين 9,650 ده إجمال السماء احسب لي يا أستاذ حسن برمصورة بقى كده الصمصرة وريحني بقى من وجه الدماغ ده أيوة كاتب لك هو زي اللي بتحنتين بالظبط صمصرة النوع الأول النوع الأول اللي هو المبلغ 3,250 متاع تأسهم حديد عز أيوة فيه 5 على ألف ب16 جين وربعة 16 و 25 من مية طي وصمصرة النوع الثاني اللي بتاعت السويدي للكابلات أيوة اللي هم 3600 فيه 5 على ألف عملة 18 جيني ونقف دي ايه او ناخد نفس طويل بس ما نكتموش في سيدري انطلعوا كده أول النوع الثالث نقف دي أيوة نوع الثالث اللي هو كان السنداء اللي هم كان عددهم كام تقول لي 40 كان شاري الواحد ب70 ده القيمة الايه السوقية والحالية لا أنا عايز القيمة الاسمية اللي هو عطالي بين قصين آه ليه الميت جيني يبقى 40 في مية في اتنين على ألف هتطلع تمانية جيني تمام دي سمصرة السندات هنجمع 16 و 25 من مية زائد 18 زائد 8 هتديني 42 و 25 من مية هنجمعهم مع 9650 يبقى 8 الشراط 9650 والبنك بياخد كمان الصمصرة بتاعته اتنين واربعين جيني و 25 من مية اللي هيتجمعهم ويخصمهم من حسابه الجاري عشان كده حيبعتهم بمشعار خصمة يقبل مجموع 9692 و 25 من مية هنفقت 9692 و 25 على مية جنيه عن البنك لها للتوقيع تمام جميل نجي بقى سين 4 به سين 4 به دي اسمه امر صرف امر صرف طي هنشوفها بقى مجتب ان جبتها منين دي من السؤال الرابع به التاريخ 10-03-2020 المبلغ 900 جنيه الى البنك لها لفرع أشمون اهو فرع أشمون كنت بتاني تاني فرع أشمون ارجو ان تدفعوا لأمر السيد حتى أمر صرف سيد من ابراهيم طاهر مبلغا وقدره فقط 900 جنيه لغير وان تقيدوا القيمة على حساب الجاري طرفكم رقم 9-9-3-3 وتفضلوا بقبول فاق الاحترام التوقيع من سعيد أحمد سعيد ده كان أمر صرف بكده يبقى امتحان 2020 سكرتريا عربي حلنا إجابة نموذجية نظري وعملي والسنة دي 2020 ان شاء الله تمام كده حيجي لكم بنفس النظام وربنا يوفق الجميع ترجمة نانسي قنقر